تعرض شاب يبلغ من العمر حوالي 19 سنة صباح اليوم أمس الأربعة أربعة غشة الجهري لطعنت بالسلاح الأبيض ولم يكن الفاعل سوى والده الجندي الذي يشتغل بالقوات المسلحة وذكرت مصادر أن الشاب تعرض للطعن عندما كان يدافع عن والدته التي فرت من المنزل الكائن بمراكش بعد دخولها في نقاش مع زوجها الجندي النقاش الذي كان بسبب شكوك الأخير حول لخيانة الزوجية ليراحقها الزوج إلى أن احتمت برجال الدائرة الأمنية التاسعة لكن ذلك لم يمنع المعني بالعمر من محاولة التهجم على الزوجة ليتدخل الابن محاولا إن قاد واردته إلا أنه تلقى طعن من طرف والده الجندي بواسطة السلاح الأبيض وقد تم نقل الابن نحو مستجلة مستشفى الرازي بمراكش عبر سيارة الإسعاف على وجه السرعة فيما تدخلت العناصر الأمنية لإيقاف الأب والاستماع إليه في محظر رسمي رفقة الزوجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر